إذ أفاد مراسل الغد بانسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى وإعادة فتح أبوابه بعد اقتحامه مع مئات المستوطنين وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو عشرين فلسطينيا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم عند باب الأصباط عقب صلاة الفجر واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المرابطين بالمسجد يأتي هذا وسط دعوات للنفير العام وشد الريحال إلى المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين